انعكاس سلبي بدأ يرخي ظلاله على العلاقات الأمريكية التركية خلفته تصريحات التحالف الدولي حول عزمه تشكيل قوة عسكرية حدودية في سوريا مؤلفة من 30 ألف مقاتل بقيادة قوات سوريا الديمقراطية تصريحات لاقت انتقادات تركية شديدة اللهجة وصلت حتى التهديد بتدمير تلك القوات العسكرية وعقب ردة الفعل التركية سعت واشنطن لتخفيف حدة التوتر حيث قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده لا تنشئ قوة حدودية على الإطلاق وإن غضب أنقرة لأن الأمر لم يطرح بطريقة ملائمة وأضاف أن الولايات المتحدة تتعامل بشفافية مع تركيا أما البنتاجون فقد أكد بأن القوات التي تدربها واشنطن ليست جيشا جديدا أو حراس حدود تقليدي بل إن هدف القوات تعزيز أمن وسلامة اللاجئين وحماية سبل عودتهم ومنع فرار تنظيم الدولة خارج سوريا ومنعه من إعادة انتشاره مجددا إضافة لتحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لدعم عملية جينيف التوضيحات الأمريكية قد لا تلب المطالب التركية المتمثلة بوقف الدعم الفوري عن وحدات حماية الشعب الكردية يي بي جي وهي ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا والتي تصنفه أنقرة على قائمة الإرهاب بوصفه يهدد أمنها القومي أكدت لتيلرسون أن تركيا سترد على أي هجوم تنفذه ليباقي الموجودة في عفرين ضد المراقبين العسكريين الأتراك في إدلب أو الجنود الأتراك في منطقة درع الفورات أو ضد عناصر الجيش الحر أو تركيا وأنه لا يمكن لأحد أن يقف في وجهنا خلال قيامنا بذلك فهل يسهم التوضيح الأمريكي الأخير في التخفيف من حدة التوتر مع تركيا وكيف سيؤثر على التحضيرات التركية لمعركة عفرين معركة تشير الوقائع على الأرض أن الإعداد لها يجري على قدم وساق